أعلن الثوار صباح اليوم الاثنين استعادة السيطرة على تلتي الملك والرشا وقريتي المازغلي ونحشبة ذات الأهمية الاستراتيجية في جبل الأكراد بريف اللاذقية بعد اشتباكات مع قوات النظام وذلك ضمن معركة أطلقتها فصائل عسكرية باسم رد المظالم وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر سكايب من ريف اللاذقية الناشط الإعلامي عمار إبراهيم أهلا بك عمار ضعنا في تفاصيل تقدم الثوار في جبل الأكراد نعم السلام عليكم ورحمة الله في الحقيقة اليوم الصوار الساحل أطلقوا معركة جديدة بهدف استعادة السيطرة على بعض التلال الاستراتيجية وذلك ردا على ما تقوم بقوات النظام بقصف الأماكن السكنية المدنية وقصف مخيمات النازحين طبعا تمكنت من السيطرة على قرية المازغلي وثلة الملك وقرية رشا وتلتها بإضافة لقرية نحشبة طبعا بدأت كالعادة بالتمهيد المدفع بكافة أنواع المدافع التخيلة والأسلحة المتوسطة من الرشاشات والمدافع طبعا التمهيد جاء أيضا بتحقيق إصابات مباشرة في أماكن تمركس قوات النظام قوة عدد من القتل والجرحة في صفوف قوات النظام وضمن المواجهات سقط أكثر من 25 قتيل من قوات النظام بينهم ضابط رفيع المستوى العبيد في صفوف القوات البحرية السورية طبعا كان هناك أيضا تدمير لبعض الآليات وبعض المدافع في جبال الأكراد في منطقة تلت القرميل تم تدمير قاعدة كورنيت بعد استهدافها بصاروخ فاقوت وفي منطقة كنسبورا وعيد القادرة تم استهداف سيارتين مليئتين بالزخائر ومزودتين برشاشات متوسطة الرشاشات 14 نصف وفي محور الشرق بوع هناك تدمير لمدفع 130 طبعا عن طريق استهدافها بصواريخ التاو المضادة لأدروع طبعا في جبال التركمان كذلك الأمر المعركة امتدت إلى هناك والكتائب حاولت استرجاع السيطرة على تلة البيضاء وتلة أبو علي بعد التمهيد المدفع الذي قامت بها عن طريق قزائف الهاون والسلاح الشركة ومدفع ومدافع التاوى 20 تم جاءت استهدافات بتحقيق إصابات مباشرة وسقط أكثر من تسعة قتلة في صفوف قوات النظام طبعا كان عادي النظام السوري يحاول صد هجمات الثوار عن طريق سياسة الأرض المحروقة وقصف الأماكن التي تسيطر عليها بكافة أنواع المدافع والأسلحة الثقينة وعن طريق الغارات الجوية من قبل الطيران الحاربي السوري كان هناك تنفيذ بعض الغارات في جبل الأكراد وكان هناك في جبال التركمان قصف للحدود السورية التركية وسقوط بعض القزائف داخل الأراضي التركية وبالقرب من إحدى المخافر التابعة للجندرمة التركية في منطقة يالباغ ليرد الجانب التركي باستهداف مواقع قوات النظام بعض القزائف المدفعية الثقينة شكرا أشكرك جزيل الشكر كنت معنا من ريف اللاذقية الناشط عمار إبراهيم على هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر